بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعلنا تصيب أحدنا هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة أو في لقاء جديدة تجدت فيه دائما الخير والعطاء والحب وبالحب ننال القرن خلونا معفض الشيخ محمد رضا من علماء الأزر الشريف براحب بيه النهاردة شو محمد أهلا بيك أهلا بيك السلام إحنا هنكمل كلامنا عن الأطحية وعن المعنى المعنى والمبنى والدلالة والدلالة والزاي المسلم في أو الإنسان في أيام الطاعة يعني بينال القرب بالحب أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولا هذه الأطحية الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان علامة رضا علامة رضا من الله لأن الأصل في هذه الأطحية يمكن إحنا ذكرنا قبل كده القصة بتاعت الذبيح وقصة الذبح لكن الشيء الجميل أما ربنا يختارني ويختارك ويختار فلان وعلان إنهم يضحوا هل هذا الاختيار جاء جزافا؟ أبدا شوف ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر نعم نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه علامة من علامات التقوى للمضحي من علامات التقوى أيوة آه للمضحي أيوة ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأطحية من شعائر الله وشعائر الله سبحانه وتعالى لا تكون أو لا يقيمها إلا من رضي الله عنه إلا من كان من المتقيم يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينال اللحم ولا ينال الدم ولكن ينال في التقوى من المضحي فالإنسان حين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة ويكون إنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى يؤدي هذه الشعيرة تقوى لله سبحانه وتعالى فإن الله يقول له أنا راضيا عنك لن ينال الله لحومها ولدي مأوى ولكن يناله التقوى منكم طيب لا أنا عايز أوصل لهذا إيه هي؟ إيه هي؟ إن أنا أما ربنا بيوفقني وقوم أصلي الليل شطرة مني؟ أبدا توفيق من الله صحيح أما صلي الصلوات في جماعة توفيق من الله أما أطلح صدقة من جيبي توفيق من الله ما هو المال كده كده حينصرف لكن ربنا يوجهني أننا أنفقه في الخير بيوفق من الله كذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا في هذا الدرس أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة فإنه رضى من الله لأنه أولا وفقه أن يفكر وأن يعقد النية أن يذبح أو يشترك في أضحية لله سبحانه وتعالى على فكرة فيه ناس بتقدم الواحدة واثنين وتلاتة وربنا تقبل من الجميع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لكن أنا مين بجأة اللي ربنا وفقه هو بالظبط زي واحد ربنا بيوفقه أنه يخرج صدقة ربنا بيوفقه أنه يوم يصلي الليل ربنا بيوفقه للصيام الاتنين والخميس أو التلاتة من كل شهر ربنا بيوفقه أنه هو يروح يعمل عمره دي كلها سنن ودي سنة فربنا سبحانه وتعالى عشان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالمال محبب إلى قلب الإنسان أما تيجي تخرجه ببصاب مين بجأة اللي ربنا بيوفقه التقي علشان كده من الأعمال التي يكون فيها قرب من الله قليل فيها الرياء هي الأضحية الرياء يعني نسبته تكاد تكون معدومة في الأضحية في الأضحية يعني الأضحية مقياس لانتفاء الرياء أو يعني بالظبط لإذهاب الرياء بالظبط مفيش حد هيقول لك أنا بضحي الرياء أبداً يعني أنا بقول لحضرتك أسل اللي عايز يتبح هيتبح إيه؟ هيتبح في أي وقت تاني الرياء لكن اللي بيضحي ده بالذات هو فصلي لربك وانح لا وينتفي ما ظنّت الآخرين بالرياء يعني مقدرش فعلاً براحص أني حد يقول لك إيه ده بحرياء أبداً ما بسمعش الكلمة دي من حد أن يظنوا في الآخر كذلك أو أن يظن في الآخر هذا أنا عايز أنا عايز أوصل لحتى النية إنت ربنا رضى عليك عقدت النية واللي بيعقد النية إما أن يستطيع أو لا يستطيع طيب خلينا في الأتنين عقدت النية ومش قادر ما أنا جبتها؟ ما أنا بيقول لك إما أن أستطيع أو لا أستطيع أنا عقدت النية لكن ما جدرتش ربنا سبحانه وتعالى يعطيك على النية وذبح عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خطى لك طيب لو أنا جادر إذن هي سنة مؤكدة على القادر مش كده مش سنة مؤكدة بس وبركة مش كده بس ومغفرة للذنوب إزاي عم الشيخ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما سألوه قالوا ما لنا في هذه اللحوم يا رسول الله إيه لنا فيها؟ قال لكم بكل شعرة حسنة وإن الدم يقع قبل في يد الله قبل أن يقع على الأرض وإن الله يغفر لك ذنوبك وذنوب عيانك بأول قطلة تنزل على الأرض خيرا نروح لهذا التقرير اللي بيكلم عن الحاملة السنوية لمؤسسة نبض الحياة في الأضحية وكيف يساهم من يريد أن يساهم في هذا العمل المحب دائما لكل القلوب أو في كل القلوب المحبة للخيرا نروح لهذا التقرير ونرجع لحضراتكم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن العظيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا سن الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعان النسك اللي احنا بنتعبد لربنا سبحانه وتعالى بيه وبنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ده سنة مين؟ سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وعشان كده عشان هي سنة طيبة وسنة مبركة ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وأمرنا أن احنا نتأسى بأبينا إبراهيم في هذه السنة سنة الأضحية والتضحية شوف ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم قد إيه؟ أليس حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نضحي لله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إلى الله عز وجل حبا وقربا وعشقا ومودة وقربان لله سبحانه وتعالى؟ يا الله تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى إلا أنعم علينا بالمال وأنعم علينا بالأيال ورزقنا الصحة والمال إن إحنا نجيب المال ده ونعطي لله عز وجل نعطي إيه بس قدر ضئيل من هذا المال نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم من اللي هياخد اللحوم كله منها يبقى أنا مستفيد أيوة مستفيد ومش كده وبس وأطعم البائس الفقير وفي الآية الأخرى وأطعم القانع والمعتر وعشان كده أنت النهاردة ممكن يبقى صعب وفي المكان اللي أنت موجود فيه أن أنت الضحي أو أن أنت لما واحد فينا والله بيروح عشان يشتير أضحية لنفسه بيشوف الويل والويلات والعذاب لا سيما إذا كان ساكم في الحضر أو في المدينة في القاهرة أو في اسكندرية الفرصة جات النهاردة عشان تسهل مسألة الأضحية مؤسسة نبض الحياة في قلب مزرعة من مزارع اللي بتورد لنا لحم الأضاحي مشرفة عليها وزارة الزراعة والسروة الحيوانية النهاردة إحنا بنقول لحضراتكم أضحيكم موجودة إحنا بنستهدف بفضل ربنا سبحانه وتعالى أن إحنا يكون عندنا مش أقل من 150 زبيحة 150 زبيحة الزبيحة بيشترك فيها سبع أفراد النهاردة قدرت المؤسسة بكل القائمين والعاملين داخل حقل المؤسسة أن هم يساهموا مساهمة فعلية من حضراتهم ربنا يجزيهم ألف خير عشان يخفضوا صهم الأضحية من 5500 جنيه ل4500 جنيه 150 زبيحة ممكن تكفي لأكتر من ألف أسرة أكتر من ألف بيت هيدخل وهيكون له نصيب من اللحم الطيب المبارك اللي حضراتكم هتشاركوا معانا بيه ولكن أنا أملي وطامعي وحب والله حب والله فحضراتكم إن الألف زبيحة لا يبقوا ألفين المية وخمسين يبقوا تلتمية لا يبقوا 1500 وبإذن ربنا سبحانه وتعالى هنقدر أيوة هنقدر هنقدر بإذن ربنا هنقدر بدعم حضراتكم هنقدر نبض الحياة اللي بتبس وتدعم وتقول الخير ليكم وليهم الخير ده لحضراتكم وليهم إن شاء الله بإذن الله خمستاشر سبعمية واربعين مش مية وخمسين زبيحة لا ألف وكمسمائة زبيحة بإذن ربنا سبحانه وتعالى في موازين حسنات الجبيع تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حقيقي لما شفنا المشاهد في التقرير اللي فات وشفنا التقرير بمزيد من التفاصيل وشيخ أحمد بن مدوه حبود الشيخ محمد رضا كانوا موجودين في هذا المكان اللي أنا هتسأل عنه بعض التساؤلات ولكن خليني قبل ما أروح لتساؤلات مهمة حضرتني من خفصية هذا التقرير عايزة أروح للأضحية وهذا النسك يعني هل هذا الأداء أو أداء هذا النسك من تعظيم شعائر الله يعني سبحان الله ده ربنا في إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإحنا أظن نتكلمنا أنه هو الأساس في الموضوع التقوى طبعا فالله سبحانه وتعالى حين وضع لهذا الإنسان تقوى في قلبه فأراد أن يعظم شعائر الله ده شعائر من شعائر الله فيعني اللي بيعمل كده بيكون دليل على إنه هو رجل تقي يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علشان كده هو بينظر إلى أن يعطي لهؤلاء المحتاجين للناس اللي هم عايزين يعني سبحان الله يحتاجون إلى إطعام خطب الحضرتك في هذا الوقت من السنة نسبة الغلابة بيبقوا منتظرين كده يوم العيد وعايزين برضو يفهموا لحمة وعايزين يوميش عرب فهو بجاء يقول لك أنا أبابا فارد حمو سعيد وأنا بوزع اللحم كده وأنا بجطع وأنا طول النهار مشغول إن أنا خطب الحضرتك طيب البهوات والبشوات والناس الحلوة والناس الطيبين اللي زي حضرتك يا أسوس حسن كده واللي زي الأسوس الصبحي والجرمال طيب أنتم مش بتاعب الدبحة والتي بتاعتها بتعملوا تقولوا نروح للمؤسس نبض الحياة خدتبه لحضرتك إحنا هنروح للمؤسس نبض الحياة ده السك فيها برباح تلاف ونص خدتبه لحضرتك أو لو عايز خروف يبقى بستة تلاف دينا هنروح للمؤسس نبض الحياة إحنا كنا حريصين جدا في المؤسسة والإدارة بصراحة يعني كتحريصة على حاجة كويسة جدا إن نكون بنسلك مسالك شرعية بمعنى إيه بقى مسالك شرعية؟ المسالك الشرعية إنه هو مراحش على أي حد يشتري منه أضحية ده علشان كده السؤال بقى اللي كنت عايز أقوله لما شفت إنت إيه وحضرتك موجود وبتبص وبتعاين هو إيه المكان اللي إحنا شفناه دي الوقت ده؟ المكان المزرعة اللي إحنا نحن لها دي أيوة أول شيء لفت نظري فيها وإحنا في حضرتك لو شفت في التقرير هتلاقي الترخيص وزارة الزراعة يعني المزرعة خاضعة لرقابة ولمتابعة وزارة الزراعة والإشراف بتاع وزارة الزراعة على المزرعة دي يعني هو واحد من الناس من الأهالي عامل مزرعة مشروع وتابع الإشراف وترخيص من وزارة الزراعة فطبعا ده أسعدني جدا ليه؟ لأن الوزارة بتشرف على الأكل الأكل سليم ولا لا؟ المواشي الموجودة ديت سليمة ولا لا؟ فأنا بأخذ شيء مطابق للمواصفات اللي أنا عايزة تكون سليمة في الأطحية واللحم اللي أنا بقدمه فده شيء بيخلي الرجل اللي هو المشترك بالسك بتاعه أو المساهم بسهم السهم اللي هو بألف دنيا للناس غير القادرين على أن يشتركوا في سكوك الأطحية بيقولوا إن الناس دي بتقدم أحسن لحم وأفضل لحم للناس في قراء المساكين شوف لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون شوف أنت بتحبه وتنفقوا مما تحبون أنت بتخب إيه؟ إحنا جايبين لك أحلى لحم بنقدمه للناس بنقدم لهم أحسن لحم ما بنجيبوش مثلا من السودان ما بنجيبوش من هنا لحم من المزارع الأهلية التابعة لوزارة الزراعة المرخصة والمشرفة عليها وزارة الزراعة علشان ده يكون لك أنت هتكون عندك فرحة وسعادة ساعة ما تشوف يا ده كويس ده الفلوس بتاعتي راحت في المكان السحيح ده السك بتاعه الحمد لله يا رب أحمي الله أشكر فضلك أنا فعلا أنا كده اخترت صح أنا ربنا وفقني في اختيارك أنا ربنا راضي علي الناس ده أنا تعال شوف معانا المزارعة لو عايز تشوف تعال شهد معانا تدبح وإحنا بنتبح عشان تشوف إحنا اللي إحنا صورنا فيه بنتبح منه ولا لأ خدترى حضرتك طيب القطحية دي هنوزع إن شاء الله إحنا مستهدفين من 13 إلى 15 محافظة لا ده إحنا بنقول إن شاء الله إحنا مستهدفين جميع أنحاء الجمهورية بس إحنا بنستهدف الأماكن أكثر احتيالي يعني أنت من أمنياتك في محمد أو مما ترجوه أن يكون ليك أو لمؤسسة نبض الحياة أطحية في كل مكان في كل مكان أطحية في كل مكان ما إحنا أشوف حضرتك أنا أتمنى إن يحصل فيه تغطية لمؤسسة نبض الحياة إن هي تدبح في كل مكان ليكون فيه عطاء في جميع الأماكن إحنا بنختار صحيح الأكثر احتياجاً وعلشان كده إحنا برضو للسادة المشاهدين إحنا بنتبح أربح تيام يوم العيد تاني يوم العيد تلت يوم العيد تالت يوم العيد حتى قبيل عصر حتى قبيل عصر تالف أيام التشريق أي يوم لحد اللي هو ربيع يوم العيد أي يوم نحن بنتبح في الأربح تيام مش قبيل العصر زي ما قلت عشان الأحسن يعني حضراك تصحح لو أنا أخطأت يعني وأجاز بعض العلماء لحد آخر اليوم آآ يعني آآ يعني جايز لكن إحنا بنتبح دائما يعني بدري إن شاء الله وبنخلص بدري ونخلص توزيع وبنحضر بنفسنا المشايخ بيحضروا بنفسهم الذبح وبيشاهدوا في التوزيع بيشوفوا وبيشرفوا ومعانا الناس اللي هما بتوهم المؤسسة غير الجامعيات الأهلية المشتركة معانا اللي إحنا بنخلها تستكشف لنا وبنتابع معاها بنحضر معاهم التوزيع ونشوف هو رايح للمستحقين ولا لا؟ رايح للناس الأكثر احتياجاً ولا لا؟ على رغم من الأضحية فيهم لأن في كلمة الجامعية الخيرية هنا برضو مهمة جداً أنت بتعاون مع جامعات خيرية موجودة في الأماكن نفسها لأن هما يعني أهلهم متكة عادرة بالشعاب الدليل مش كده ولهم اللي عارفين الأماكن عارفين الناس المستحقين كده ومع الدليل يا باشا فيه عندنا مشرف من المؤسسة وفيه مجموعة من المؤسسة بتقوم بالمتابعة عشان نشوف كلام مظبوط ولا لا؟ في كل الأنشط مش ده بس مهما أخذت بالأسباب ادعى ربنا دائماً ربنا تقبل أن يتقبل الله وأن يتم الله علينا النعمة يا رب بالتوفيق والسداد والصلاح والإصلاح هنروح إلى الفصل قصير اللي معنا دلوقتي ونرجع لحضراتكم خليكم معنا دايماً ومن خير لخير ومن دائرة لدائرة تتسع أعمال الصلاح والخير في الدنيا ما هي الدنيا دي مساحة من الخير والشر كل ما كانت خطوتك في الخير واسعة كل ما اتتسعت واغدرت الأرض حواليه خلونا نروح لتأرير دلوقتي عن وصلاة المياه وعن هذه الحملات المهمة جداً جداً من دوائر الخير لمؤسسة نبض الحياة هنشوف التأرير اللي معانا ونرجع نكمل حوار مع فضلات الشيخ محمد رضا من علماء الأذر الشريف خليكم معانا دايماً شايفين شكل البيوت هنا عاملة ازاي؟ أيوة زي ما حاضراتكم شايفينها كده بالضبط على الرغم من كل ده أهل المكان هنا في الغرب بنيات التابعة لبرج العرب ما طلبوش مننا إن إحنا نسقفلهم بيت ولا نجيب كسبة الأولاد ولا الأساسات المنزل ولما مؤسس نبض الحياة طلبت منهم إيه اللي إنتوا محتاجينه على الرغم من بساطة البيوت هنا قالوا شربة مية نظيفة متمثلة في وصلة مية اللي هي عداد المية اللي عندنا في وجه بحري بس قالك بس كل ده اللي بتتمنوه قالك أيوة كل ده اللي إحنا بنتمنىه في الدنيا لما جينا واشترينا هنا في المكان دي فكان فيها حنفية خارجية زي ما كانت الحنفيات في أموم البلاد وكنا بنملو منه فلما جافروا الحنفية الناس اللي معاهم مقدرة دخل إيه دخل عددات واللي ما معاش مقدرة تم يملة بالجراكن من الخارج فالتجى إلى الجمعية الجمعية الخير إنهم يدخلونهم عددات أما أنا عن نفسي طبعا كنت عملت حدسي ودينكا صارت ومركب وركي اليمين مفصل كامل متكامل فعدست العاد بنقدر نروح ولا نيدي عشان ندفع العداد أو ندفع عداد والأسرة تجيلي وما فيش دخل غير الجرشين بتاع المعاش بتوعي على الأسرة دي كلها فلنجاه الحمد والشكر ونحمد الله ونشكره فكرة الرحلة الجديدة النهاردة في عمل الخير اتحركنا من النهضة لكبري حمودة للغربانيات لمناطق كتيرة جدا كلها عشان بس نوصل عمل الخير اللي حضرتكم كنت جزء منه وكنت سبب فيه الناس أول ما شافونا حسوا بالأمل وحسوا إن معاناتهم هتزول بمجرد وجودنا والحمد الله رب العالمين إن احنا كنا من أوائل الناس اللي وصلنا ممكن تكون وصلنا متأخر شوية بس الحمد الله إن احنا وصلنا والحمد الله إن احنا جينا يا طار حضرتك هتكون من السباقين معانا ولا برضو نهو تتأخر زي ما احنا تأخرنا عليهم شوية إن شاء الله إحنا منتظرينكم ومنتظرين دعمكم عشان بيوت كتيرة جدا عايزين نوصلهم العداد ويا ريت تشوف معانا المشاهد الجميلة وعداد المية بيوصل والمية بتشتغل في المواسير والعداد دي يبدأ إليف اهلا بحضراتكم ويا ربنا يفتح لنا بركات من السماء والأرض دائما بقدر هذا الحب الذي في قلوبكم وبقدر رحمة الله بعباده فضل الشيخ محمد رضا وفي قرية من قرى برج العرب دائما بتروحوا لأكثر احتياجا دائما بتروحوا للحاجات الماسة استقفوا على الحاجات الماسة للمحتاجين لهذه الأمور وزي ما بنقول إحنا كلنا محتاجين لبعض طبعا كلنا محتاجين لبعض طبعا يعني بخصوص اللي جي في التأريد ده بالنسبة لاحتياجات بعض الناس هناك إيه؟ أولا الماء هو أصل الحياة طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي صحيح فالإنسان ساعة أن يحرم من الماء يعتبر أنه هو محروم من كل شيء لو حضرتك أنت شفت الماء جطعت عندك لمدة ساعة أو تنين الرابكة اللي بتكون عندك في البيت شكلها إيه؟ طبعا لما بتجري بتبقى الفرحة شكلها إيه؟ دول نسمح حرومين تماما مش زي الشيخ أحمد ما بيقول بيطالبونا بسكف أو نبنو لهم بيت أو ده هم عايزين يشربوا ماء ما عندهمش مية فالمؤسسة دايما في سقي الماء بنحاول نركز على إن إحنا يعني ده بيأخذ مننا يعني قطاح كبير جدا لإن إحنا عندنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أبار التوازية وأبار تدميع أمطار وصلات مياه ومحطات تحلية وتنقية ده كله موجود بنعمله وفيه أكتر وفيه بشريات حلوة جدا بالنسبة لأهالينا وإخوتنا إن إحنا بنحاول نطور في كل شيء في المشروعات بتاعتنا فأما تيدي تشوف في التلاجة حد ما كانش عنده مية ما كانش طبعا وصلت المية بتكلف على الفرد من سبعة لثمان تلاف جنيه رسوم وعداد وكلام من دي في حين إيه بقى؟ في حين إن إحنا ما بنعمل بروتوكول مع مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة في اسكندرية في الشرجية في جينة مع عمين؟ في رئيس مجلس إدارة شركة المياه أي وإنتوا بتعملوا بروتوكول مع شركة شركة المياه أه ونشكر السادة المحافظين طبعا لأن هم طبعا أحيانا بيتدخلوا ويعملوا تخفضات لأنهم عايزين يساعدوا الناس ففرصة إن في حد حبيجدم للمحتاج وصلة مية فعايز يسر للمؤسسة العمل بتاعها ده بيخلنا بنقول أي يا فضلش محمد ده مش تفضل من مؤسسة المجتمع المدني لا ده دور أصيل وواجب عليهم بما تتيح لهم الدولة العظيمة في أن كل واحد يدوره بيأدين ده دور مؤسسة المجتمع المدني كشريك من شركاء التنمية فالمحافظ بيساعد وشركة المياه بتساعد وكل ده في منظومة تتناغم أدورها لأداء هذه الخدمة حضرتك لو سمحت تقريرك لمحافظة الغربية أما المدير التنفيذي بيقول له إحنا بنشكر ساعدتك تعبينك معنا قال لا ده أنا اللي بشكركم عشان فأنا بشكر السادة المحافظين ودايما بقول لهم يعني مؤسسة نبض الحياة بتطلب من حضرتكم دايما أن يكونوا إيدنا في إيد بعض وإحنا دايما بنقول للشركات المياه أنتوا عندكم من الأماكن المحتاجة بنخاطب الشركات المؤسسات الأهلية اللي هي الجامعيات الخيرية أو شركة المياه بنقول لها فيين الأماكن؟ مين الأماكن الأكثر احتياجة؟ بدلون عليهم وبنروح لهم وبيكون فيه استكشاف دقيق جداً وفيه متابعة دقيقة جداً من هل ده محتاج ولا لا؟ مفيش أي مجملات في هذا الأمر طيب الوصلة بتاع المياه بتكلف كام؟ تكلف 3000 دنيا وفق البروتوكول اللي بتعمله فبيتعمل تخفيض أكثر من 50% فيما لو راح الواحد الواحد ومشين طيب إنت حضرتك لو عايز شفت واحد غالباً كده وعايز تعمل له وصلة وراح إنت تدفع له للوصلة هتدفع من 6000 إلى 8000 دنيا حسب المجايسة اللي بتتعمل لكن هتيجي للمؤسسة بدل ما تعمل وصلة هتعمل اثنين هتعمل اثنين يبا أنت بدل ما تاخد أجر خط أجرين فاحنا دايما في مؤسسنا الضحاب نحاول نعمل نوصل لأحسن خدمة أفضل شيء للناس بأقل تكلفة فكرة الوقاية خير من العلاج أيوة الوقاية تكلفة الوقاية دي بتحوش عني تكلف كتيرة بعد كده بالضبط وابتدر عني تكلف أكبر فخالينا دايما في مرحلة الوقاية وكلنا نساعد بعض عشان الخطوة الأولى بتاعتنا لم تبقى الخطوة الأولى صح فالخطوات التالية تبقى صح ان شاء الله ان شاء الله وطبعا احنا في مؤسس نفض الحياة بتقدم بخالص الشكر والتقدير خاصة بأن احنا بنتكلم عن المياه للسادة المحافظين والسادة الرؤساء مجالس شركات المياه والعاملين في الشركات المياه على تعاونهم اللي مستمر معنا بنشكرهم شكر جزيلا وأخص بالشكر الأول السادة المتبرعين اللي هما دايما بيسهموا معنا ويمكن أنا آخر آخر لقاء كان مع الحج فريد اللي هو دايما اللي هو عامل فدان ناخل اللي كان متبرع معانا بخمسة وعشرين واصلة مياه وهو معايا في بانس ويف اللقاء الأخير اتبرع بخمس وصلات دا بيروح معاك حاج فريد بيروح معايا وبيوزح فلوس كمان من معاه على الناس اللي محتاجين ويمكن اتصل بيا مبارح وبيقول لي يا مولانا أنا جالي وصلاة مياه ثانية عايزين أم إحنا شيعنا وأسجف كل الخير في مؤسسة نبض الحياة لإخواتنا اللي إحنا محتاجين إن إحنا نجف بجانبهم لأننا دايما كده أقول أم حد يضج بابك دا رزق جايي لك هو جاي يقول لك أنا محتاج لا دانت اللي محتاج له فإحنا دايما محتاجين لإخواتنا دول إن إحنا نجف جنبيهم إحنا كلنا بندعم بعض كلنا إيدنا في إيد بعض كلنا بنقول ما قاله الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كلنا عايزين ونفسنا نشرب من كوب ماء نظيف ويقول لحضرتك يا أستاذ حسن في نهاية في نهاية في أقل لو أنا جايلي جزازة مية وانت جايلك زجاجة مية الجزازة بتاحتك حضرتك لجيتها مغلقة فانت وانت بتفتحها لجيتها مغلقة فبتشرب الماء بنفس لو أنا اللي بفتح الجزازة بتاعتي ولجيتها مفتوحة هقولي يا ترى ما ينهال منين يبدأ الشك ينزل جالبي داحنة وأنا بشرب من قارورة من زجاجة ماء اللي هي اللي احنا بنشربها المياه الغازية المياه المعدنية خدت من حضرتك طيب وأنا بشرب الماء المعدنية دي بشك فيها لو شكت فيها ما بيجيليش نفسه اشربها وما الناس دي تشرب ماء الشكلها ايه عايزين زي ما احنا بنشرب ماء معدنية وماء مفلطرة عايزين كل إخوتنا في أنحاء الجمهورية يشربوا ماء نظيف كوب ماء نظيف ان شاء الله هم أولادهم أصحى وجمهوريتنا الجديدة جمهوريتنا العظيمة مصرنا الكبيرة أوي بتحرز دايما على كل واحد في أبعد مكان في مصر لأنها بتدرك إدراك كامل وتام وحقيقي بشركاء التنمية الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسة المجتمع المدني دمتم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة